احبتي الصغار السلام عليكم مرحبا بكم في حصة جديدة من حصة الرياضيات من كتاب المفيد في الرياضيات للمستوى الاول الابتدائي لنحبتي الصغار اليوم لدينا تمارين الصفحة 69 اذا نعدنا الدرس السادس عشر جمع الاعداد من صفر الى عشرين اذا احسنتم احبتي الصغار اذا نعدنا لنفهم ونطبق الاحبة الصغار لم يحسب بطريقة عدد العقيق اللازم لصنع العقدين العقد الأول هو هذا العقد الثاني هو هذا والعقيق هو هذا اللون من لونين باللون الأحمر والأزرق إذن جميل إذن ما نطلب مننا العدو لنحسب بطريقتين عدد العقيق هما هذا اللازم للصنع العقدين إذن سنحسب العدد العقيق سيكفينا لنقوم بإذن العقد الأول ثم عدد العقيق لنقوم بإذن العقد الثاني إذن جميل أحسنتم أحبتي الصغار إذن لا تنسوا أحبتي الصغار في الأول اشتركوا عندي في القناة فحلو جير زر الجرس كذلك إذن خليوني يجي من هذا الفيديو هذا ما تفهمتون شي حاجة أو عندكم شو سؤال خليوني في بلس التعليق فأنا أحبتي الصغار تعقر جميع التعليق ديكم إذن على بركة الله سنحسب العقد الأول شحل فيه من عقيقة إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر إذن عدنا في العقد الأول شحل من عقيق ثلاثة تتعشرة عقيقة إذن نكتب العدد ثلاثة عشر جميل نشوفوا دباب العقد الثاني واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن شحل فيه ستة عقيقات إذن ستة إذن جميل سوف نفكر هذه الثلاثة عشر واحدة عشر تقوم بمضاع عشر زائد ثلاثة نضيف زائد هنا إذا جمعنا العدد عشر زائد ثلاثة يعطينا العدد ماذا؟ ثلاثة عشر هنا عدنا رقمين أمكننا نقسمون ثلاثة عشر هنا هنا فقط رقم واحد ثلاثة عشر ثلاثة عشر ستة زائد ثلاثة ثلاثة عشر ثلاثة ستة زائد ثلاثة ماهي تساوي تسعة احسنتم اذا اضفنا ثلاثة على العدد ستة يعطينا العدد تسعة احسنتم هنا اضفنا هذا العدد ثاني وهذا العدد تسعة زائد عشر اضفنا تسعة زائد عشر ماهي تساوي اضفنا العدد تسعة لعشرة ستعطينا العدد تسعة عشر احسنتم اذا بهذا الشكل العدد تسعة عشر اذا جميل سنحسبها بطريقة اخرى سنحسبها بطريقة الاولى سنحسبها بالطريقة الثانية هنا كما قلنا شحل من عقيق ثلاثة عشر ثلاثة عشر سنكتب ثلاثة اضفنا عشر ثلاثة عشر ثلاثة إلطفنا عليه ستة غد أعطينا تسعة أحسنتم وهنا عدنا واحد زائد الصفر إذاً قد أعطينا واحد جميل إذاً بجحل القناة القناة تسعة عشر نفس إذاً العدد اللي القناة هنا إذاً العدد العقيق اللازم لصنع العقدين هو العدد تسعة عشر أحسنتم أحبتي الصغار هنا عدنا السؤال يقول ألاحظوا المثال ثم أضعوا وأنجزه إذاً المثال هو هذا عدنا خمسة زائد أربعة عشر خمسة زائد أربعة عشر إذاً نحضوا معي هذا المثال هذا إذاً هنا عدنا الوحدات و هنا عدنا العشرات إذاً عدنا الرقم الأول و أربعة عشر فينا هي الوحدات في هذا الرقم هذا هي أربعة هي هذه نكتبها هنا أربعة و هنا العشرات هو واحد إذاً نكتبها هنا أربعة عشر هنا الوحدات و هنا العشرات و هنا خمسة رهية فقط وحدات إذاً خمس وحدات إذاً سوف ندرها في بلس الوحدات جميل إذاً سوف نحسبه هنا في الوحدات خمسة أربعة زائد خمسة العدد أربعة إذا ضفنا عليه العدد خمسة سوف نعطينا تسعة إذاً دعنا الدباء خمسة و أزدنا عليه أربعة إذاً عدنا ستة سبعة ثمانية تسعة إذاً سوف نعطينا تسعة إذاً جميل إذاً هي هذه عدنا واحد و هنا فراغ وهذا الفراغ دائما كامل صفر إذاً واحد زائد صفر أحزنتم إذاً تسعة عشر أحزنتم إذاً دباء خمسة المثال الثاني إذاً المثال الثاني هو عدنا اثنى عشر زائد ستة عودوا معي اثنى عشر زائد العدد ستة إذاً هنا عدنا العدد اثنى عشر فينا هما الوحدات هو اثنان هنا بلس الوحدات و عدنا واحد هذا قيمتلنا العشرات إذاً وهذا اثنى عشر لنعطينا الوحدات اثنان والعشرات قيمتلنا عشرة أو واحدة زائد ستة ستة فقط عبارة عن وحدات ما عند هذه العشرة فقط حدنا فقط رقم واحد إذاً سنكتبوا هنا ستة ستة سنضيف عليه اثنان سبعة ثمانية إذاً صحيح هالعدد اثنان زائد ستة تعطينا الثمانية وهنا عدنا واحد زائد ثفر حدتنا الفراغ تساوي واحد هالشكل هذا إذاً ستة اثنان عشرة زائد ستة تساوي ثمانية عشر بشيو دبا الرقم الموالي هنا عدنا سبعة زائد احدى عشر نشوفوا العدد الاقبر وهو احدى عشر نشوفوا فينا الوحدات الوحدات هنا عدنا واحد والعشرات واحد اذاً كتبوها هالشكل هذا واحد وعشر اذاً عدنا احدى عشر اذاً شوفوا دبا الوحدات عدنا سبعة عدنا واحدة وحدة وهي سبعة اذاً نحسبوا هنا عدنا واحد زائد سبعة هالشكل تساوي ثمانية صحيح واحد زائد صفر تساوي واحد احسنتم اذاً بالطريقة هاته اذاً عدنا سبعة زائد احدى عشر تساوي ثمانية عشر اذاً جميل شو دبا لالتمريني الثاني اذاً اكتشفوا اخطاء الوضع واصححها دون انجاز العملية اذاً ما طلبوش مننا انجاز العملية فقط طلبوا مننا اننا نصحوا الاخطاء لكي ننفهد الوضع اذاً من الدوب العملية الاولى هنا ادنا عشرة زائد ثمانية عشرة زائد ثمانية عشرة زائد ثمانية ادنا عشرة واحدة وثمانية واحدة اذاً جميل اذاً ستساوي مثلاً سفر زائد ثمانية سفر ثمانية واحد سفر ثمانية واحد ستساوي ثمانية اهنا ننفهد الوضع 10 زائد ثمانية خطاء اذا ما هي مضانية لا يصبح escape ثلاثة زائدث إذا امنا نضرنا السفر او لن تلعوها الى اربعة عشر ونهبطوها الثالثة أدور حلقا ونجزها العمليات الثانية حيث تأخذ السفر ثم تقوم بسبب الاواز نقوم بسبب اكتب نقطتها اضافة اتشارها احسنتم احبتي الصغار ثالث اضع ونجز هذه العمليات نبدأ بالعملية هذه عشرة زائد سبعة إذن صفر زائد سبعة نحن تعطينا سبعة واحد زائد سفر وهذا الفراغ هذا تعطينا واحد إذن تسوي سبعة عشر مشيو العملية الموالية عدتنا إحدى عشر زائد ثمانية إذن نضيفها بها تسوي تسعة وهنا عدنا واحد زائد فراغ أو سفر تسوي واحد إذن تسوي تسعة عشر إذن إحدى عشر زائد ثمانية تسوي تسعة عشر إذن عدنا العملية الموالية عدنا الثلاثة زائشر زائد خمسة إذن خمسة زائد عفوا ثلاثة زائد خمسة تسوي تمانية إذن جميل ثم واحد زائد الفراغ لكي يكون هنا أو سفر لذا الفراغ دي ما أعطيه بروه سفر إذن واحد زائد سفر تسوي واحد إذن ثلاثة عشر زائد خمسة تسوي تمانية عشر إذن أحسنتم إذن دبعا مشي والتمرين الموالي إذن ندقل السؤال وكمل إنجازة العمليات بإضافة الأرقام الناقصة إذن جميل 3 عملية لجمع زائد ستة تصوي تمانية تسوي تسعة هذا الشكل و dish catch 1 وفراغ إذن واحد إنه تكون هنا واحد زائد صفر كتسوي واحد إذن تلاتة عشر زائد ستة تسوي تسعة عشر إنه لدينا العملية الموالي إذن هنا نقطة سبعة وسبعة إذن هنا غادي تكون عشر زائد سبعة إذن هتكون صفر اذا 0 زائد 7 تسوي 7 1 زائد اذا فراغ او 0 تسوي 1 اذا تسوي 17 اذا 10 زائد 7 تسوي 17 هنا عدنا العملية المولية عدنا الرقم 6 هنا وهنا عدنا 4 اذا شنو الرقم اللي سنضيفه على 4 اذا هو 2 ها الشكل 12 زائد 4 شحل تسوي 16 اذا 1 زائد اذا 1 زائد فراغ او 0 تسوي 1 اذا 12 زائد 4 تسوي 16 احسنتم احبتي الصغر اذا شميل اذا احبتي الصغر بهذا كنكون سليل الحصة اليوم اتلقى ان شاء الله في الحصة الماجئة دمتم في رعتي الله و الى اللقاء